للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة ودفعي لزر الجرس مرحبا بكم في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بالعربية درسنا اليوم هو لزادجكتيف ان ديفيني الصفات غير المحددة المفهمة هي صفات تصاحب الاسم وتعبر عن الكمية اما ان تكون جزئية او كلية للعاقل وغير العاقل اولا الصفات التي تأتي بمعنى كل اولا تو تسبق الاسم المفرد المذكر توت تسبق الاسم المفرد المؤنث تو تسبق الاسم الجمع المذكر توت تسبق الاسم الجمع المؤنث مثال كل أصدقائه أتوا إلى زفافه هنا نلاحظ بأن كلمة أمي هي اسم جمع مذكر لذلك استخدمنا الصفة تو ننتقل الآن للصفات التي تحمل معنى مثل أولاً تيل تسبق الاسم المفردي المذكر تيل تسبق الاسم المفردي المؤنث تيل تسبق الاسم الجمع المذكر تيل تسبق الاسم الجمع المؤنث هنا نلاحظ بأن جميع هذه الصفات نفس اللفظ لكن تختلف بالكتابة مثال لم أرى أبداً مثل قلة الأدب هذه هنا نلاحظ بأن كلمة أمبوليتيس هي اسم مفرد مؤنث لذلك استخدمنا الصفة تيل ننتقل الآن للصفات التي تحمل معنى بعض أولاً سيختان تسبق الاسم المفردي المذكر سيختان تسبق الاسم المفردي المؤنث سيختان تسبق الاسم الجمع المذكر سيختان تسبق الاسم الجمع المؤنث مثال علينا أن نتحلى ببعض الشجاعة لمواجهة هذا الوضع الصعب هنا نلاحظ بأن كلمة كوراج شجاعة هي اسم مفرد مذكر لذلك نستخدم الصفة سيخطان ننتقل الآن للصفات التي تحمل معنى لا أحد لا شيء أكين تسبق الاسم المفرد المذكر أكين تسبق الاسم المفرد المؤنث ولا يوجد لها جمع مثال دون أي شك هو بريء هنا نلاحظ بأن كلمة دوت شك هي اسم مفرد مذكر لذلك استخدمنا الصفة أكين ننتقل الآن للصفات التي تحمل معنى لا أحد لا شيء أيضا نيل تسبق الاسم المفرد المذكر نيل تسبق الاسم المفرد المؤنث لا يوجد هنا جمع مثال لست لدي ولا حاجة من هذه الأمور هنا نلاحظ بأن كلمة بيزوان هي اسم مفرد مذكر لذلك استخدمنا الصفة نيل ننتقل للصفات التي تحمل معنى أخرى أولا أطغ تسبق الاسم المفرد المؤنث والمذكر أطغ تسبق الاسم الجمع المؤنث والمذكر مثال هذا رأيك لكن عندي رأي آخر هنا نلاحظ بأن كلمة أطغ هي اسم مفرد مؤنث لذلك استخدمنا الصفة أطغ ننتقل الآن للصفات التي تحمل معنى نفس ميم تسبق الاسم المفرد المؤنث أو المذكر ميم تسبق الاسم الجمع المؤنث والمذكر مثال بول أيلين أون لا ميم نوت لدى بول ولين نفس العلامة هنا نلاحظ بأن كلمة نوت هي اسم مفرد مؤنث لذلك استخدمنا كلمة لميم ننتقل الصفات التي تحمل معنى كل شاك تأتي دائما مفرد مثال على كل شخص تحمل المسؤولية هنا نلاحظ بأن كلمة شخص هي اسم مفرد لذلك استخدمت شاك بمعنى كل ننتقل إلى الصفة التي تحمل معنى عدة وهي بليزيوغ تأتي دائما جمع مثال جي ان في تي بليزيوغ بيخسون ادينا دعوت عدة أشخاص على العشاء هنا نلاحظ بأن كلمة بيخسون انتهت بالحرف اس لذلك استخدمنا الصفة بليزيوغ شكرا لخصني سماعكم يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ترجمة نانسي قنقر